إذا سمحت أعريض المادة الأولى للتصويت كما صدقت عليه اللجنة الموافقون المادة الأولى للتصويت يجمع لا مشي كين جوج الأخ أخت فاطيما الأخت انتنا إذن الممتنعون جوج المعارضون لا أحد الموافقون 150 المادة جوج ورد بشأنية تعديل من المجموعة النيابية العدالة والتنية التعديل رقم واحد الكلمة لأحد مقدمي هذا التعديل سيد رئيس تنص المادة الجوج على أن المعهد العالي للقضاء يعتبروا شخصاً اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتعوا شخصية اعتبارية وهذا التنصيس تتنى التنصيس الذي ورد في نص القانون التنظيمي 1719 الذي ينص على أن المعهد مؤسسة عمومية استراتيجية وهذه مؤسسة عمومية استراتيجية سيد الوزيرك يترتب عليها على أنه الرئيس لهذا المجلس هذا يجيب التراح من المجلس الوزاري بالتالي نحن أمام واحد النص وهو مشروع قانون الذي يقفز على قانون تنظيمي وهذا لا يوجد احترام للمبدأة التراتبية لقوانين نتكلم عن الدستور نتكلم عن القانون التنظيمي ثم القوانين التي تأتي بعد ذلك فالمقترح هو أننا نبقي على نص المادة الجوج ونضيف إليها وهو مؤسسة عمومية استراتيجية يعين رئيسها من طرف المجلس الوزاري والباقي بطبيعة الحالي دون تغيير شكرا شكرا في كلمة للحكومة سيدة الوزيرة تعديل غير مقبول فكما هو معلوم فإن المؤسسات العمومية تخضعوا لوصاية السلطة التنفيذية تبقى للفصل من الدستور في حين أن المشروع الحالي يسند رئاسة مجلس الإدارة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويحصر مهام المعهد في التكويل الأساسي والتخصصي والمستمر للقضاء إضافة إلى تكويل القضاء في مجال إدارة القضائية وهي مجالات قضائية صرفة لا ينبغي أن تخضعها لإشراف أو رقابات السلطة التنفيذية كما أنه لا يمكن أن يعمل رئيس المنتدب تحت إشراف السلطة التنفيذية احتراما لمبدأ توازن السلطات لهذا الأسباب فالمعهد في شكله الجديد لا يمكن أن يكون مؤسسة عمومية علاوة على ذلك فإن المادة 108 مكرر من قانون تنظيم المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعطي اختصاص لهذا الأخير في مجال تكويل القضاء تشدر الإشارة إلى أن العمل جار جارين لتعديل قانون التنظيمي رقم جوش 12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وذلك بإخراج المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية المصنفة في اللائحة الملحقة بالقانون التنظيمي المذكور شكراً سيد الوزيرة هل من معارض هذا التعديل سيد تفضل قانون شكراً سيد الرئيس فيما يتعلقه بمشروع القانون الذي نحن بصدد تصويته عليه أكد من خلاله واضع النص أن هذا المعهد له الاستقلال المالي والإداري باعتبار أنه له الشخصية المعنوية وكذلك صنفه على أساس أنه يدخل في إطار القانون العام في حين أن التصنيف اللي جابي القانون التنظيمي يتعلق بمجال آخر وهو مجال أديال التعيين ولو من له سلطة التعيين ومصطرة التعيين ذي الرؤساء هذه المؤسسات وبالتالي أنه اليوم نصنفه على أنه مؤسسة عموية في حين أنه التعريف العام جود طح أنه في النص الحالي واضح عنده الشخصية المعنوية لتطفر الاستقلال المالي والإداري وكذلك رأي ينتمي إلى القانون العام وكذلك رأينا لا حاجة لها التهديل وشكرا تكلمة لأحد مؤيدي التهديل فضل سيد الرئيس سيد الرئيس نحن تقدمنا بالكلمات باش نيسرو النقاش وانا كان نظن بأن السيد الوزيراء وخقرة النص كانت واضحة قال تودي هاد شي ديال استراتيجي رع نغيره سوف نأخذ القانون نغيره ما كان طالبه به لكي يقع واحد مستجام وكان تعيين الرئيس كان يعيينه جهات المالي وقالتك تهوى عن حياته نقول لا أو تدعي واضح إلى حين أنك تبدل القوانين تجعله هنا في هذا القانون لكي تبدله تلقائيا يكون تغييره أما الكلام على الاعتباري والاستقلال المالي ما نتروحش هنا ما نتروحش نهائيا نتروحكين قانون تنظيمي ساري المفعول تم تغييره وتعديله ولم تعدل في هذه المواد شكرا أعرض هذا التعديل لتصويت الموافقون أحداش المعارضون ممتنعون ممتنعون شحل الموافق لا لا إخوان حضاش العدالة ممتنعون ممتنعون profond المتشور أما التعديل إذن تلتاش موافقون تلتاش ممتنعون تلتين الممتنعون تلتين الممتنعون تلتين المعارضون مية وخمسة أريد المادة جوجل تصويت كما صدقت عليها اللجنة الموافقون وخمسة معارضون معارضون ممتنعون إذن ممتنعون جوج معارضون حداش ممتنعون تلتين الموافقون مية وخمسة وثلاثة أريد المادة ثلاثة لتصويت كما صدقت عليها اللجنة المادة ثلاثة تلتين الموافقون مية وخمسين معارضون لا أحد ممتنعون جوج المادة تلتين الموافقين 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 شو كان صدائس التعديلين الأول يخص فئة النيابة العامة لدى المحاكم التجاهية لا المحاكم التجاهية الابتدائية ولا محاكم الاستناف التجاهية هذه الفئة غير ممتلة في مجلس الإضاءة اسوة بباقي الفئات النيابة العامة في المحاكم العادية وكذا الهيئات دي القضاء الجالس أضفنا هذا التعديل التعديل الثاني يتعلق بنقيب لهيئة المحامات على أساس أن يتم تحديد طائقته تعينه بنص نظيمي لماذا؟ لأن المجلس الإضاءي دي المعهد في نسخته السابقة كانت فيه الهيئة المحامين حضاء والولوج الهيئة إلى هذا المجلس الإضاءة هو من باب المقابة التشاوكية في معالجة القضايا دي التكوين اللي غادي يخطعوا لهات الملحقين القضائيين في المعهد اليوم ما بغناش هذا الهيئة المحامين يتملئ خيالهم من المجلس الإضاءة لذلك تشبتنا بهذا التعديل ونلتميس من الحكومة التجاوب معه شكرا الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة التعديلين غير مقبولين على اعتبار على أن تشكلية مجلس الإضاءة كما وردت بالمشروع ورعيت فيها الإضافة التي يمكن أن يقدمها كل عضو وعدم المساس باستقلالية مؤسسة ومن هذا المنطلق فإن حضور نقيب هيئة المحامين في مجلس الإدارة ينطوي على شبهة المساس باستقلالية كما أن حضور الوكيل العام للمالك لدى محكمة الاستناف تجارية ووكيل المالك لدى محكمة ابتدائية تجارية لا يشكل قيمة مضافة لمجلس إدارة المعهد الكلمة لأحد معارضي هذا التعديل لا أحد مؤيد التعديل تفضل سيدنا هذين التعديلين معا تفضل هذا مجلس إذا فيه هيئات أخها لا يوجد علاقة مع السلطة القضائية من قبيل واحد مجموعة المؤسسات منها المالية منها الكليات منها أمور اللي فيها تاهية ممكن تحدثوا على المساس باستقلالية القضاء ما يمكنش استقلالية القضاء نبقون جبدوها غيف علاقتنا مع المحامل الثانية ما يتعلق ب ما يتعلق بأنه غيادش دواب بالنسبة لنيابة العامة المحاكمة التجارية هذا تأويل خاطئ للحكومة في هذا المجل أعرض التعديل الأول لتصويت الموافقون المتحدة للمعارضون المتحدة للمعارضون ممتنعون أنا اعتقدوا ممتنعون المعارضون المعارضون ممتنعون ممتنعون الممثنى نينة وثلاثة موثن التعديل الثاني لتصويت نفس العدد المادة تسعود ورادة أيضا ليتعديل من جمعيان الحكومة النيابية العدالة والتنمية العسكومة buried تفضل سيدة النائبة هو الرئيس الأول لمحكمة النقد بمعنى ليس هنا كما يفيد في الفصل 115 من الدستور بأن هذه التسمية للرئيس المنتدب يمكن أن تنسحب على أي مؤسسة أخرى غير المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتالي الاقتراح الذي تقدمنا به عوض أن نسمي رئيس مجلس الإدارة للمهد العالي القضاء بالرئيس المنتدب الذي هو محصور حسب الفصل 115 كما قلت نقترح الرئيس الأول لمحكمة النقد شكراً شكراً سيدة النائبة الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة غير مقبول تشكيلة مجلس الإدارة كما واردت في المشروع ووعيت فيها الإضافة التي يمكن أن يقدمها كل عضو وبالرجوع إلى تشكيل شكيلة مجلس الإدارة يتبين أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ممثلة بمجلس الإدارة من خلال عميد إحدى كليات العلوم القانونية واقتصادية واجتماعية تعينه 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 سلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كما أن السلطة الحكومية المكلفة تعديل غير مقبول الكلمة لأحد معارضي هذا التعديل الكلمة لأحد معارضي هذا التعديل لا أحد مؤيدي التعديل تفضل سيد رئيس نحن بكل بساطة هذا بالفصل كنظن سيد نائب راكساد الدسور الفصل مية وخمستاش من الدسور والذي يتكلم عن الرئيس المنتدب هذا المجال الوحيد في الرئيس المنتدب لأنه ينوب على جلالة المال هذا المصطلح اليوم كنجيبوه المعهد العالي للقضاء وكنقوله هو اللي غادي يرأس يرأس مجلس الإدارة غير رأسوه بالصفة ديال الرئيس المنتدب الذي ينوب على جلالة المالك لا يجلس فإذن نعطيوها الصفة دياله الأصلية هو الرئيس الأول لدم حكامة النقب هذا ما نقوله هذه الصفة مكتسبة من جلالة المالك خليك يمرصها مع جلالة المالك أما هنا يوك يمرصها كرئيس خليه يمرصها بالرئيس الأول محكامة النقب هذا هو التعديل ديالنا شكراً شكراً السيدة الرئيس أعرض هذا التعديل لتصويت الموافقون أخت مونيب أخت فاطمة التامني ممتنع إذن 11 الموافقون المعارضون ممتنعون ميوخنسة المعارضون ممتنعون ممتنع 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 ممتنعون فقاً المراح الان الحركة والتقدم موافقون مية وخمسة زائد الحركة والتقدم أربعة عطاش تمانية عطماش سبعة عطاش موافقون مية وسبعة عطارين المعارضون خمسة عطار زائد حداش مية ستة عشرين ممتنعون من ثلاثين خمسة عشر المدى عشرة ورد بشأنية تعديل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية تعديل رقم ثلاثة تفضل سيد نائب سيدة الوزياء مشينا في إطاءة توجه العام لكتمشي في واحد مجموعة المؤسسات في بلادنا في الوقت آهن واللي يطابط بما أحد مبادئ الأساسي دستور المتعلقة بمبدأ فشي تسجل في المحضر و قلت سيدة الوزياء هذا التعديل كي نحتوجه عام لدى المؤسسات العمومية وحتى المقاولات العمومية انطلاقها من المبدأ المتعلق بالتدبيع شفاف والنزيه والحكامة الجيدة اللي جاء به دستود 2011 لجاءت إلى وضع افتحاص داخلي اي افتحاص من تلقاء ذاتها غادي بقد تفتح افتحاص سنونا احنا في التعديل قلنا ان المعهد العالي القضاء بنفسه غادي افتحاص داخلي وهت قادي الافتحاص الداخلي غادي عوضوا على مجلس الإدارة المصادقة وهذا داخل في ايطاء مبادئ دي الحكامة الجيدة والتدبيع المزيه والشفاف المؤسسة كلمة الحكومة السيدة الوزيرة طالما ان المعهد يخضع لرقابة المجلس الاعلى للحسابات وسيضم في هيكلته الادارية بنية لمراقبة التدبير المالي والاداري التي نص على احداثها بكل ادارات الدولة المرسوم رقم جوش 22580 صادر بتاريخ 3 مارس 2023 فانه لا حاجة لتنصيص على التعديل المقترح على اعتبار انه من المقتضيات المضمنة بمضمون هذه المادة بوند يتناول التداول في التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة كما ان خضوع مجلس الإدارة لمراقبة المجلس الاعلى للحسابات يعد اهم ضمانة للشفافية في التدبير كلمة لأحد معارضي هذا التعديل السيد رئيس فعلا من باب المنطق ماذا من المجلس الاعلى للحسابات يباشر رقابته على هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات هذا البلد اذا ما الحاجة لإضافة يعني مؤسسة من هذه المؤسسة من قبل المؤسسة التي وردت في هذا التعديل اعتقد على ان هذه زيادة لا طائلة منها ثانيا هناك مرسوم ينص على ان مجموعة من الادارات تتوفر على بنية معينة للرقابة من بينها هذه الادارة اذا ما الغاية من احداث مؤسسة خاصة لهذا الافتحة الحاصل لذلك اعتقد على انه يكفي خضوع هذا المعهد للمجلس على الحسابات ومراقبة هذه المؤسسات هذا كافي لضمان النزاهة والشفافية بطبيعة الحال في تدبير امواله العامة وشكرا شكرا الكلمة لأحد مؤيدة هذا التعديل سيد نائب سيد سعيد بعديس اعتقد ان كل ما يتعلق بالحكامة الجيدة ينبغي ان التجه في اتجاه ديال تنزيل دياله وإلا وفقاد ينزكي والفسد في هذه البلاد المجلس على الحسابات شامل على كل المؤسسات والمواقبة ديالهيئة ديال المنشآت العامة أيضا شامل لكل المؤسسات وكتلقى في القوانين المؤسسة في حديداتها ما تنص على الخضوع المجلس على الحسابات مشغل المجلس على الحسابات الخضوع للهيئة ديال مواقبة ديال المالية العامة الخضوع المفتش العامة المالية الخضوع المفتش العامة الإضاءة الطوابية وكي ينزمك القانون بأنك تدي افتحاص داخلي داتي لأنه كين افتحاص خيجي وافتحاص داخلي وإذا كان هناك قصور في الطلاع على نصوص قانونية فلكم ذلك شكراً سيد نائب تقلقش تقلقش السيسان السيساني تقلقش وما تقلقش سي حجيرة إخوان 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 أعرض هذا التعديل لتصويت الموافقون 15-11-26 المعارضون ما معهم إذا 28 المعارضون 150 ممتنعون ممتنعون 20 المادة 10 ورد أيضاً بشأنها تعديل من نعم تسعود لا عشرة حتى ندو السفيد المادة تسعود إذن المادة 10 ورد أيضاً بشأنها تعديل من جموعة النيابية العدالة والتنمية تعديل الرقم 3 أنتما عندكم التعديل هو التعديل رقم 4 أنتم مخلين الترتيب ديال اللجنة والسيد الرئيس غير هذا النقاش مفيد عدد من المؤسسات عندها الكوميسيرو كونت عندها وعندها الفتحاص الداخلي وعندها ذكش كامل كله يدرش في المجلس الإداري دياله ليس شيء غريب الفتحاص الداخلي اللي كتدير هي بالأجهزة دياله كان قولوا يعرض عن المجلس الإداري نحن كنا سحبناها في اللجنة غير من إخوان عودتين يجدون النقاش كان قولوا نعودوا معهم هذا النقاش من جديد أما هو هذا الزيادة في الخير لا يوجد أدنى تناقض عدد من الشركة والمقاولة ديال الدولة وحتى المؤسسات ديال الدولة في هذا شيء كامل هذا يدخل غير في الحكامة وأن يضاف نحن كذلك دفناها المصادقة على دليل تصيف المهام خص هذا المعهد عنده إدارة عنده منضام هيكلة كخص واحد دليل اللي كهدد توصيف ديال المهام قلنا حتى هو يصدق عليه المجلس ديال الإدارة شكرا كلمة للحكومة سيدة الوزيرة المادة عشرة تعديد الفريق العدل والتنمية تعديد غير مقبول تعديد غير مقبول هل من رأي المعارض تفضل سيدنا شكرا سيد رئيس غير موضوع ديال الافتحاص الداخلي هذا موضوع يتعلق بالبنية الإدارية بالأرغاني جرام ديال الإدارة وإدارة معي الرئيس مصلحة معي يمكنه يحدث مصلحة يسمى مصلحة الافتحاص الداخلي وهذا التقرر ديال الافتحاص الداخلي ما عنده تشيء أساس قانوني مع المؤسسات ديالرقابة وبالخصوص مع المفتشية العامة ولا كذلك مع مجلسنا الجيهوي الحسابات شكرا هل من رأيه المؤيد هذا الافتحاص الداخلي هو إيجابي للمؤسسة في حديداتها وإلا ما كانش منصوص عليها في القانون ما ما غاديش تديه اليوم ما قبل لا تشتف القانون وبالأحاة أنه غدد ومنتل قائداتها علش الجامعة الطوابية ملزمين محيط هما منتخبين أعتقد أن الأمر غاية ذلك لأعمال مبادئ الحكم لا يجب أن يكون شامل على كل المؤسسات في البلاد ما شغل المتخبين أعرض هذا التعديل لتصويت الموافقون الموافقون المعارضون الممتنعون ممتنعون ممتنعون لتصويت ممتنعون 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 كما صادقت عليه من اللجنة الموافقون 150 المعارض لا أحد ممتنعون جوج المادة 25 ورد بشأن يتعدين فريق الشراكي معارضة اتحادية سيد نائب سيسائي أطباطاً بذات الموضوع في المادة 25 أضفنا فقها تتعلق بخضوع المعهد للمواقبة فيما يتعلق بتدبيه شؤونه حتى يطبق عليه القانون 69 صفة صفة كما وقعت غيوه وتميمه كلمة الحكومة السيدة الوزيرة تعديل غير مقبول خضوع المعهد في تدبير شؤونه المالية لمراقبة الدولة هو تحصيل حاصل بحكم وجود محاسب عمومية ولا تأشير على النفقات كما أن خضوعه لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات هو أكبر ضمانة للشفافية في التدبير كلمة لأحد معارضي هذا التعديل تفضل سيد الرئيس أعتقد سيد الرئيس أنه من باب القصور أعتقد أنه من باب القصور الحديث عن إدارة من هذا النوع ونجهل على أن هناك محاسبا عموميا يؤشر على النفقات من جهة ثانيا هذا يخضع مرة أخرى كما قلت آنفا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات وهذه كلها ضمانات كافية لصرف المال العمومي بشكل دقيق ووفقا للقانون كلمة لأحد مؤيد هذا التعديل تفضل سيد سعيد الرئيس شكرا لصيد الرئيس وأعتقد أيضا أن القصور في المجال القانوني حينما نجهل بقواعده خاصة ما يتعلق بالنسق الشيعي كل المؤسسات تنص فيها على الخضوع للقانون 69-00 كما وقعت غيوة منه نجيو لهذه ما ننصوش علاش باش غد انتي وغداء إشكالات ونخليوها علامة استفهام واش هاد المؤسسة غد تخضع لهاد القانون 69-00 صفا ولا ما تخضعش لما غد يشتخضع لأنها مستقلة وتابعة لاستقلال السلطة القضائية وبالتالي ما خص حد يفتح سهو غد يتبقى غير عند المجلس على الحسابات والمراقبات ديال الحسابات او لا ستخضع هذا نقاش هذا هو الإشكال فين كان المؤسسة تكون هذا تم الإحالة على القانون 69-00 صفا وهذا فين كان القصور السيدة الرئيس في الغياب ديال هاد المؤسسة عند البعض شكرا لا سيسايد نخليه نخليه أعطي الرأي ديالك إذن أعرض هذا التعديل للتصويت الموافقون خمستاش ستاة وعشرين أخت نبيلال أخت فاطمة التناء إذن ستاة وعشرين معارضون مئة وخمسة ممتنعون سيدريس سي راشيب إجحال ثمانية وعشرين لا ثلاثين لأننا وكين جوج آه تمنية وعشرين لأشكون لا بيجيدي حسبناهم اسميتهم موافقون لا إذن ممتنعون إذن موافقون خمستاش يالله الإخوان دير الاتحاد أعرض المادة خمسة وعشرين لتصويت كما صدقت عليه اللجنة الموافقون معارضون خمستاش ممتنعون جوج موافقون مئة وخمسة وثلاثة أعرض المادة ستاة وعشرين لتصويت كما صدقت عليه اللجنة يجمع إلا جوج مئة وخمسين موافقون معارضون لأحد ممتنعون جوج عارض المادة ستاة وثلاثة نعم لا قدس أنا ممتنعون جوج أنا على الحساب أعرض المادة ستاة وعشرين لتصويت كما صدقت عليه اللجنة نفس العدد المادة ثمينية وعشرين ورد بشأنية تعديلان من الفريق الشراكي المعارضة الاتحادية دفعة واحدة سيدنا إبو لا تفضل التعديل الأول كمزيان إيجابي جداً أننا نافعنا الشعود ديال المبارد ديال المتاشحين الأحاة إلى المصطة هذا إيجابي جداً المصطة متخصص في إيطاء القانون الخاص ولكن الإلزام ديال الإجازة تكون في القانون الخاص هذا مجحف في حق طلبات القانون العام لأنه شنو كينفق بنتهم غدك السنة التالتة لكي يكون فيها إما يمشي للخاص وإما العام ومن بعد صاحب الإجازة في القانون العام يحق له تسجيل في المصطة ديال القانون الخاص ونجيوه نقول له للمددوغو سلمو الحاقين علاش لأنه عندك إجازة في القانون العام وهو فقبينه وبينه سنة أصلاً سنتين ديال التكوين في قانون المعمق أكي يصبح عنده الخبادية لطلبات القانون الخاص وبالتالي نقول له بأنه التعديل خصوص يكون وهذا السيد وزير العدل هذا بأنه سوف يفتح فيه نقاش مع الجهة المعنية على أساس قبوله في الجلسة العامة ما يتعلق بالقانون الخاص بالنسبة للإجازة نحايدوه نحتفظه بالقانون فقط بالنسبة للإجازة ويكون المصطة متخصص في مجال العلوم القانونية المسألة الثانية إذا كنا بغينا الإصلاح وطلعنا المصطة لماذا نجعله الاستثناء لنجعله الإجازة الفقال متعلقة بالإجازة نحذفها ولنا ما يكفي من طلبة حاملة المصطة في القانون الخاص في هذه البلاد لغايدوا زلموا الحقين القضائيين وكلما زادوا في التكوين في الكلية إلا وتزادت مهاتهم في إصداء أحكام ذات جودة عالية كلمة الحكومة السيدة الوزيرة تعديلاً غير مقبولاً اعتباراً لكون بعض أسلاك المستر تتسم بطبيعة مزدوجة بين القانون الخاص والقانون العام فإنه من الضروري أن يكون المترشح حاصلاً على الإجازة في القانون الخاص على اعتبار أن المواد القانونية المطلوبة في مهنة القضاء هي المواد المندرجة ضمن فروع القانون الخاص ويتعلق الأمر بالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الاجتماعي والقانون الجنائي والقانون الأحوال الشخصية والقانون العقاري والحقوق العينية والقانون التأمين والقانون الدولي الخاص والقانون القضاء الخاص والقانون المسترى المدنية والقانون المسترى الجنائية والقانون الدولي الخاص وهذه المواد لا يتم تدرسها بنفس العمق والتفصيل للطلبة في تخصص القانون العام لذلك فإن إلغاء شرط القانون الخاص لولوج مها القضاء وفتح الباب أمام كل تخصصات شعب القانون ستكون له آتار سلبية على مستوى تكوين وجودة المنظومة القضائية وبناء عليه فهذا التعديل غير مقبول بالنسبة للتعديل الأخر على اعتبار على أنه الفقرة الأخيرة من المدة 28 للمشروع وردت على سبيل الإمكان فقط وبالتالي فهي ممكنه استثناء من الأصل ولا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة وجود خصاص في عدد حامل شهادات المستوى والإبقاء عليها خير من حد فيها لذلك في التعديل غير مقبول أيضا شكراً لكلمة لأحد معارضي هذا التعديل صدر سيد الرئيس فقط علاقة بهذا التعديل عندما نتحدث عن إجازة في القانون الخاص نتحدث عن مجموعة من المواد القانونية التي تدرس للطلبة بدءاً من القانون الجناء الخاص أي كل ما يتعلق بالعقوبات والجرائم نتحدث أيضاً عن قانون التحفيظ العقاري نتحدث عن مدونة الحقوق العينية نتحدث عن القانون الدولي الخاص نتحدث عن مدونة الأحوال الشخصية كل هذه المواد لا تدرسوا لطلبة القانون العام القانون المصطرة المدنية قانون المصطرة الجنائية بمعنى أن كل القواعد والقوانة الإجرائية لا تدرسوا لطلبة القانون العام عندما نليجو المعهد لعالي القضاء هل المطلوب من المعهد أن يدرس القانون أم يدرس صناعة الأحكام القضائية من المفروض أن المعهد لتدريس صناعة الأحكام القضائية لتجويد صناعة الأحكام القضائية وليس لتدريس القانون لذلك كان طبيعي جدا أن يكون هذا المشروع وفق هذا الشكل أي أن يتطلب من الطالب أن يكون حاصلا عن الإجازة في القانون الخاص لأنه يكون يعرف الأبجديات فيما يتعلق بكل هذه القوانين الخاصة وخاصة القوانين الإجرائية لأن ما يتعلق بالدعاوى المدنية تسير بقانون المسطرة المدنية وما يتعلق بطبيعة الحال بيئة الجرائم تسير بالقانون المسطرة الجنائية كلمة لسيدة زيناء الدحلي رما جوجذه التعديلات تخلي طبات التلمة السيدة زيناء الدحلي تفضل السيدة النائبة جوش تعديلات الدخل النظام الأساسي للقضاء أنه يعاقب في حالة إخلال القاضي بإجراء قاعدة مصرية خطير إجراء خرق هذه القاعدة أنه يكون مصره العزل وهذه المواد جد مهمة تدرس في السنة الثلاثة من القانون الخاص وبالتالي لا يمكن قبل هذا التعديل لأنه تخصص القانون العام هذه المواد إضافة هذه المادتين مصرية جد مهمة بإضافة المواد التي قد هم سيد الوزير والسيد الرئيس وشكرا شكرا إذن أن المحاكمة تتحدث فيما بينها صد الله سيبازيس ومن يقول بقبول أوف تعديل هي الحكومة وليس النواب سيدائس مزيان قد نتفق في الشق المتعلق بالمنظومة الجنائية لكن الشق المتعلق بالمنظومة المصرية المدنية سمحوا لي في السنة الثالثة من طلبات القانون العام يقاون القانون الإيدائي ويقاون المساطر المعتمدة أمام القضاء الإيدائي والتي هي المصطر المدنيا ويقاون النظام المحاسبتي والتي نستحقه في المحاكم التجاهية والقانون الإيدائي نستحقه في المحاكم الإيدائية ومن يأخذ الإجازات يكون له الحق أن يسجل في القانون الخاص في المصطر ديها القانون الخاص وكي تسجل في المصطر القانون الخاص نحن لم نحن ضد القانون الخاص قلنا عندنا المصدر شرط أساسي القانون الخاص في المصدر الإجازة هي التي نقوله الحيد فيها القانون الخاص أو العام الإجازة ليس المصدر سيدة الوزيعة لو كنتوا هكا مزيان مستعى الندنيا والجنائية والمنظومة العقاية وغيها من نصوص ضد السلة بالقانون الخاص هي الشائعة التي نحن قابلينها في القاوها كيف قاوها الأمور في الشائعة سمحوا لي أنتم ليستم على اطلاع على نص القانون سيدة الوزيعة سيد نائب سما اطرافها مع رأسك ولكن ما تصدرش أحكام صدى السيدة الرئيس وغانجي ولوفتسادي لأخر غير ما دم كان نقشوا سيد الرئيس سيدة النائبة قضاة المحاكم الإدارية عندهم قانون الخاص أو العام قانون العام قضاة دب الآن لفمحكمات الأسرة قال لا عنده معنى من نفس فين تدخلو فلذلك يا أستاذ رسلت لا أستاذ وهذا بالله يديكم الله يديكم هذا بالإجازة الإجازة التي نتكلم عنها تحتال حكومة جاءت وفتحت واحد لستنا ومن يكون عندها الخصاص يمكن ترجع لذلك فلذلك نقول هذا شيء يكون من لون لماذا ستدعنا عباد الله ما دام أنه سيجيب المسطر لماذا سنجد له المسطر ونقول له عفاك هذه المورانية سيكون إجازة قانون خاص لا تحجروا واسعا هذا هو شكرا السيد رئيس أولا نحن نتحدث عن مهد سيتخرجوا منه قضاء سيصدرون أحكام ومن المفروض نحن نتحدثه فيما بعد عن تخصص القضاء الحديث الذي الآن يدور في الساحة القضائية هو التخصص أكثر في مجال القضاء لأنه اليوم نحن جميعا محتاجنا إلى قضاء متخصصي وبالتالي هذا التخصص ينطلق من التكوين الأساسي التي يبدأ من الإجازة إضافة أن الطالب هو مسؤول عن اختياراته ويعلم مآلها وبالتالي أنه اليوم الطالب تنفتح أمامه جميع الامتحانات والذي ينجحوا فيها الزهر يدخل له هذا ليس بمنطقي ولا يمكن من جويد التكوين اليوم الطلبة التي قرأوا القانون الخاص كانت تخصصاته وتختاروه تلك الساعة من التكوين هل تنقلوا الشهادة التي يكون فيها تكوين عام وفي السنة الثانية كلها يمشي التخصصه وكلها يكون الاختيار في هذه المرحلة لماذا يريد أن يصل وبالتالي اليوم أنه من المفروضة لنا كمشرعين وهذا هو الذي أظن جاءت من الحكومة في هذه الشرعة القانون التي أعطيت أنه هذا القضاء والمعهد الذي يجب أن يتوفر على المعاستر ويكون الأصل الإجازة في القانون الخاص والإخوان الذين يرون القانون العام هم من المجالات الواسعة في ملادين أخرى التي هي مهمة كذلك من الأهمية بمكان يولجوها النقطة الأخرى من باب التقصير أنه والتضييق على المتقاضيين وعلى المعهد إلى ما أعطينا شهادة الإمكانية لأنه في حالة الخصص في المعهد أنه يلزأ الإجازة هذا أعتبره عن تضييق وتقصير وبالتالي نخليه كمشرعين الفسحة الناس الذين يدبرون هذا المعهد ودبرون هذا الموالد البشرية أنه يتمكنوا أنه يأتي وإنما هذا الناس الذي عندهم الإجازة في حالة وجود خصص لأنه لغلقنا الباب وطلع عرفوا أنه المسطر في اليوم وخاكا قلال وكالليتين تعطل في المسطر ديال هو بالتالي اليوم أقول أنه المشروع اللي جاء ديال للص على حاله هو كافي من أجل تكوين جيد وافتجاد تخصص ديال القضاء وكذلك فتح الباب المسؤولين على المعهد لوروج الإجازة شكرا سيدة نوها الموساوي السيد راشد السيد الرئيس شكرا السيد الرئيس في هذه المادة بالضبط لم أرغب تلاتها شيء منطقي التعديل اللي جاء ببعض الفرق جاء بتوتها فرق الأغلبية نفس التعديل في اللجنة وذي عدي السيد الوزير داخل اللجنة على أساس مهلة للاستشارة وفي الجلسة العامة يمكن يعطي موقف مع الأسف سيد الوزير تعذر على الحضور هذا كلتزام أو لا عنده رأي آخر الأغلبية أو لا عنده رأي آخر مزيان نحترمه ولكن بالنسبة لنا ما زال ما اقتنعنا بالدفوعات دي السيد الوزير اللي التاه هو كان ما مقتنعش داخل الجنة ووعد على من بعد السشرة يجيبنا برأي شكرا إذن أعرض هذا التعديل لتصويت الموافقون أعرض التعديل الثاني لتصويت نفس العدد موافقون 45 معارض 105 الممتنعون لا أحد المادة 28 دائما ورد بشأنية تعديل فريق تقدم واشتراكية تفضل سيد رئيس لتقديم التعديل شكرا سيد رئيس لأن نفس التعديل اللي كان فيه نقاش مصفيت ونك نحطف دوبلا من درمو دخل إذن نفس التعديل نفس صويت الموافقون 45 معارض 105 المادة 28 دائما ورد أيضا بالتعديل من المجموعات نيابية العدلة والتنمية كلمة لأحد مقدمي التعديل سيدة النائبة رئيس هذه المادة هذه من خلال هذا النقاش هذا كله يمكننا نتكلم على مستوى آخر من النقاش هو سبب النزول دي هذه المادة هو التنزيل أو الإعمال دي المخرجات الحوار الوطني للإصلاح منظومة العدلة والتوصية 145 التي تتكلم عن الرفع من المستوى الشروط والولوج معهد العدي القضاء بالتالي والتنزيل كذلك المقتضايات للإصلاح منظومة العدلة تتكلم على طلبات لتنزيل لتنزيل ومشترا لتقرؤ من المواد ومشترا في السنة الثالثة الإجازة ثم لدينا محاكم إدارية القضاء التي فيها كما سبقون السادة النواب لديهم درس القانون العام القانون الذي ينظم المحاكم التي صدر مؤخرا ومشترا لتحدث على التوسيع المساعدين الاجتماعيين تبعين الكتاب الضبط ومشترا لتدخل مهنة القضاء لتدخل إجازة في علم النفس إجازة في علم الاجتماع والمادة في حدي ذاتها المدة 28 سوف تناقض نفسها ستسدي الباب على القانون الخاص ومتعطي حق للشريعة لتدخل بالتالي نقول لا نضيق واسعا حيث هذه كلمة الخاص ونفتح سواء الخاص أو العام على اعتبر أنه كان إجازة أخرى ورجاء للسلك القضاء لعنا ثم الفقرة الأخيرة وكأننا ننقض غزلنا نحن نجينا لتبقى التوصية الحوار الوطني التي تقول أننا نرفع الشواهد ونجي في الأخر وكان إلا كان ضرورة اقتاضة الضرورة كما قال سيد الوزير النهار للمناقشة داخل الجلسة وتم هذه ساعة نعود ونجي ونجي ونقول يوم في حالة إلى آخر ولكن إذا دعنا هذه الفقرة اليوم نحن نناقض التوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدلة وشكرا كلمة الحكومة السيدة الوزيرة المدة 28 تعديل غير مقبول لأن الفقرة الأخيرة من المدة 28 من المشروع وعدت على سبيل الإمكان فقط وبالتالي فهي مكنة والستناء من الأصل ولا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة وجود خصص في عدد حامل شهادة المصر والإبقاء عليها خير الملحد فيها لذلك فالتعديل غير إذا وقي لنفس النقاش بلا ما نعوده من دوزول التصويت نفس التصويت عارض مادة 28 لتصويت كما صدقت عليه اللجنة الموافقون 105 معارضون 45 ممتنعون لا أحد أحد نقرأ الضبط القانوني المادة 29 وقتحل الإشكال استثناء من أحكام المادة 28 عند فتح مباراة الملحقين كذلك لم يكن أريد أن نظر مع أصحاب المحاكم كما في الديس أعرض المواد 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 للتصويت كما صادقت عليهم اللجنة الموافقون ممتنعون إذن ممتنعون جوج معارضون لا أحد موافقون 150 المادة 51 ورد بشأنية تعديلان من الفريق الشراكي المعارضة الاتحادية تعديل الرقم تسبعة وثمانية سبب السيد 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 هذه المادة 51 عندها طيبة مباشرة بالمدة 28 الغير القاعدة الأساسية المعمول بها مختلف المؤسسات الجامعية هي أنه يعتد بآخر من حصل عليه الطالب وبالتالي آخر من حصل عليه الطالب هذا المجال هو من المصطف القانون الخاص وبالتالي هي القاعدة التي كانت خصت تحتها هذه المسألة قلت أن السيد الوزيع لديها إيجابي فيها وأكيد أنه ما زال يتجاوب معها هذا النقاش أنه قال لنا سنجيبها للجلسة العامة لماذا لنظرنا هذه التعديلة تماما لنظرنا لغيابها لماذا لنفعل التعديل للجلسة العامة لو إلى هذا الالتزام المسألة هنا السيدة الوزيع نحن لدينا موطفين المحاكم وزع سنين لا يضبط المساطير وزع إجازة في القانون العام لا يضبط المساطير وزع سنين إشكال الثاني هنا كنقولوا لابد أنه يكون في السلام حضاش يعني يخصو يكون في المسطة نفتحوه هذه الاستثناء التي فتحناها لمواشرحين الأحراء في المدة 28 استثناء إذا كان الخصص نمشي للإنجازة هنا موطفين لا يخوش السلام حضاش استثناء إذا كان الخصص نهبط السلام عشاء لكي نكون مع الإنجازة هذو مطماقضات المدى 51 تعديل رقم 7 تعديل تعديلا غير مقبولة نفس تعليل الوارد في المدى 28 أعلى ذلك أن اشتراط توفر على شهادة المسطر لاجتياز مباراة الملحق للقضائيين هو تنزيل للتوصية رقم 75 من ميطاق إصلاح منظومة العدالة التي أوصت برفع المؤهل العلمي لولوج القضائي لكن واعتبارا لكون بعض أسلاك الاعتبار أن المواد القانوني المطلوبة في مهنات القضاء هي المواد المندرجة ضمن فرع القانون الخاص كالقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية والقانون الدولي الخاص والقانون القضاء الخاص الفقرة الأخيرة من هذه المادة المقترحة حدفها من طرف الأغلبية وردت في المشروع على سبيل الإمكان فقط وبالتالي فيستثناء أن الأصل ولا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة وجود خصص في عدد حامل شهادة المسجر شكراً إذن نفس النقاش ما كان عارض هذا التعديلين لتصويت التعديل الأول إذن الموافقون 45 المعارضون لا أحد الممتنعون عفوا 105 ممتنعون لا أحد التعديل الثاني نفس العدد عارض المادة 51 لتصويت كما صدقت عليه اللجنة الموافقون لا رفاة التعديلين لتصويت كما صدقت عليه اللجنة الممتنعون إذن الموافقون 105 المعارضون سيد عبد البوانو سيد سيد الفارق مادة 51 نفس التصويت نفس التصويت المعارضون خمسة معارضون خمسة وربعين ممتنعون لا أحد عارض المواد 52-53-54-54-55-56-57-58-59-59-60-61-61-62-63-64-65-65-67-68-69-70-71 لتصويت كما صدقت عليه من اللجنة الموافقون 150 معارضون لا أحد ممتنعون جوش المادة 72 ورد بشأنها تعديل الفارق الشراك المعارضة الاتحالية تفضل سيد نائب شو كان صدائس لا بقي تعديل مشابه عند مجموعة هذا التعديل نحن كما نوام خلاله إلى نسخة المادة لأن التكوين أساسي التكوين اللي كي يكون في المعهد هو تكوين لصناعة القارة القضائي وصناعة الحكم القضائي وبالتالي فتخفيد دياله إلى سنة الواحد لمدة ديال خمس سنوات أمجاد تعجيل بتخيج ذاك الأفواج سنتين عندها ضوة ضوة الأساسي سنتين الإنسان كي يكون في المعهد واحد لوقيته ويمشي للمحاكم العمل تطبيق مدة أخرى وبالتالي إحنا كانت شبتوب أنه الإبقاء على أفواج تكوين لمدة سنتين وعدم عطباء أي حالة استثناء لمدة الخمس سنوات الأولى في هذه السياق كلمة لجموعة النيابية لتقديم التعديل نفس التعديل تفضل السيدة الوزيرة تجاوبي اليوم بجوش تفضل السيدة النائمة إذن سيد الرئيس شكرا فيما يخص هذا المدة 72 إلى بشين المدى 30 المدى 30 كتحدد لمدة ديال سنتين وهذا كحد أدنى معقول من أجل أننا يكون عندنا قوضات قادرة أن يصدروا أحكام التي تمس المصائر للناس والأنساب دياله وممتلكة دياله المدى 60 تكلمنا على تخصوصات الإدارية والتجارية والأسرة إلى آخره في الفترة الثانية من التكوين والأصل أن هذا الطلبة المهد العالي يمكن أن تدوز خمسة شهر أو ستة شهر يعني تكون نظري ثم تحقون بمحاكم الدرجة الأولى ثم تستطبيق ثم ترجعون خمسة شهر أو ستة شهر أو ثم ترجعون محاكم الدرجة الثانية نحن اليوم أمام فوجة 45 46 47 يعني فوجة 45 52 قاضي وكذلك الفوجة 46 وفوجة 47 في 300 يعني المجموعة 800 مشاريع قوضات بالتالي كيف سيتدبر الحكومة هذا الأمر هذا يعني لا من حيث الزمن تكوين ولا فنحن نقول بأنه هذا المنطق الذي كانت نص عليه المدة 72 كانت تحدث على منطقة الوقوعية شيء مفروض عليه واحد الواقع معين ولو يجي على حساب الجودة للقوضات ولو يجي على حساب الزمن تكوين وهذا أمر صراحة لا يستقيم يصحح سوف ندخ يعني أعداد كبيرة في المحاكم سنعالج الخصص اللي كاين ولكن سيجي على حساب الجودة للأحكام التي سوف تصدر وفيها مسب ودارة لغادي الحق المتقاضين في المحاكم بالتالي نحن معاحد في هذه المادة شكرا كلمة الحكومة لتعديلين لتعديل لفريق الاشتراك المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية العدل والتنمية تعديلاً غير مقبولاً حيث تم إقرار هذه المادة اعتباراً لحالة الخصص الكبير التي يعرفها السلطة القضاء حالياً بتبع الارتفاع الكبير في عدد القضايا المشجلة وارتفاع عدد المحاكم بالمملكة ومغادرة عدد مهم من قدر السلطة القضاء خلال السنوات الأخيرة لذلك على هذا المقتضب كلمة لأحد معارضي هادين التعديلين تفضل السيدة النائبة يلا يجوش دي الحديدة يجوش تفضل السيدة الرئيس في هذا الموضوع عندنا وحد الخصص كبير في السلك القضائي وعندنا واحتراكم كبير من الملفات في كل جلسة عندنا خصاص مهويل بالفعل كل محاكم المملكة لجلسات الجنحي والجلسات خاصة القضايا الزجرية والتي تتعلق بحريات المواطنين وعدد الملفات مقارنة مع العدد القليل من السادة القضاة يستدعي فينا أن يستدعي منا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نبحث عن إيجاد حل عن إيجاد مخرج لهذا المشكل لآن عندما نربط هذا المقتضى بالمقتضيات السابقة عندما قلنا على أنه لا بد أن يكون خريج القانون الخاص وأن يكون حاصل على الدبلوم في القانون الخاص هذا هو الهدف لأنه في المعهد لن يكون في إطار القانون الخاص ولكن سيكون في ماذا في القواعد الإسرائية في الإجراءات في صناعة الأحكام القضائية وليس في المعلومات يفترض على أنه كدراك مجرمتا فيما يتعلق بالقوانين القواعد العامة تملكها ولكن أصبح يحتاج إلى القواعد الإجرائية خاصة وإلى بعض القوانين الخاصة لذلك هذه الأمور هذه النصوص تناقش في شموليتها هذا النص مرتبط بالنصوص السابقة لذلك قلنا على أننا بالفعل مع أن يكون الدبلوم هو دبلوم القانون الخاص لأنه يفترض على أنه تلقى تكوينا في هذه القوانين الخاصة هذا من جهة من جهة ثانية من جهة ثانية نريد سرعة نريد الجودة إذا لا بد أن يكون صاحب هذا الدبلوم وهذا الشخص الذي يريد بالفعل أن يبت في هذه نوع من القضايا يعني تكون فيها علميا هذا الأمر لا يتوفر إلا لطلبة القانون الخاص لذلك نحن نقول على أن هذا التعديل على أنه بالفعل عفوا هذا المقتضى نسير في الاتجاه الذي صارت فيه الحكومة وننتمس منكم بطبيعة الحال أن تقولوا على أن رفع المؤهل على أن هذا الأمر الذي يعني ورد في الصياغة التي وردت في هذا المشروع القانون هي الصيغة التي يتعين اعتمادها للأسباب المذكورة آنفة زينة يتحلي سيدة نائبة بالإضافة إلى هذا نقطة لقل سيد الرئيس والسيدة الوزيرة بالنسبة للحقيقة أنه الخصاص المهو الذي نحتاج إليه لمحاكم جنة فالنقطة التي أريد أن أركز عليها والتي جعلتنا نتمسك بالمدة 28 وضرورة أن يكون المترشح للولوج إلى المعهد حاصل على إجازة في قانون خاص هو أن يكون ملم بالقوانين الإجرائية وهذا الذي سيمكننا من جودة صدور الأحكم التي التي قلتنا الجودة تأتي من تكوين من تخصص ومن هذا التكوين كي يكون مواكب طالب من السنة الأولى إلى السنة الثالثة بإضافة السنوات المصر لأن تكوين في المعهد لا يمكن لا يكون بالنسبة للمواد الأساسية والإجرائية كما قلنا بالنسبة القانون المصر المدنية والمصر الإجرائية التي يعتبر الأساس الوسائل التي يمكن أن يعمل به القاضي وخاصة القاضي لذلك وبالتالي فإنه نتمسك بهذا بهذا يعني بالمدة 28 التي تعطينا الجودة وشكرا كلمة لأحد معارض هذه التعديل صدر صدر مؤيد أفوا مؤيد أنا جوج نقطة النقطة الأولى إلا بغينا فعلا سدو الخصاص التي يفعل في سلك القضاء الحكومة تخلق مناصب مالية على الأقل تتجاوب مع التقايد لأسة النيابة العامة اللي يالله نقشناها في لجنة العدود شعو التي توصي بأنه خصها ألف مناصب المالية ونفك هذه المشكلة لا يخصو على عاتق التكوين على عاتق صنع القراءة على عاتق التحكم في رقاب الأشخاص المسألة الثانية هذا المختضى هو استثنائي خمس سنوات ابتداء من تأيخ دخول القانون حيز تنفيذ ليس ابتداء من تأيخ طباق 28 و 51 الذي فيها المصطة نمشي ومعكم إذا كانت تطبيق 28 و 29 الذي فيها المصطة يعني أنه قاع الذي سيأتي ومن بعد عندهم المصطة أم الدخول هذا القانون حيز التطبيق يعني هذه الأفواج ثلاثة التي يندبها لا الجوج الذي يندبها في المعهد ولا هذين ستتحق في أكتوبر وغير حق عليهم القانون وعندهم غير إجازة ويكملوا غسانة أه هذه الأفواج الثلاثة المعنيين مباشرة تنزيل هذا القانون عندهم غير إجازة ماشي المصطة لذلك كانت تشبت بالتصويت على التعديل سيد رئيس سيد أبلا بوان بعدنا مادة 34 مادة 60 مادة 22 وسبعي وخار مادة 72 حاول تدير توليفة ما بين 34 و60 لكن التوليفة ما شداش لما ندخل من ناحية الدستورية من ناحية الدستورية أنا مواطن أنا مواطن ذو بوصل الامتحان لا لا أحد الأساس ذو بوصل الإجازة نعم ولكن ذو بوصل وحد المدة دبا كتجيف هذا القانون كتدير وحد السيتناء وهذه السيتناء لما تتعطي كتعطي السلطة القضائية التي تتحدد تقول لهذه السيتناء وتعطي الوحد الإجناء علمية في المجلس الإداري لكي تحدد ما هو المجال هذا يعني نحن داخلين في المجال وحد عندما تريد التخصص مرحبا تخصص قالوا لا في قانون الإداري ولا في غيره ولا في القضاء الإداري ولا غيره مزيان مزيان التخصص ولكن غير منطقي تحوله من سنتين إلى ستر شهور ما عنده معنا نهائيا لغ تدير سيتناء مقبولة في سنة ولو أنك ستطبقه على ثلاثة الفئات دابا لنجح واللي سنجح واللي سيأتي على القانون نحن لا أعرف هذا القانون نحن يتجع المشاشرين نتمنى يخرج بسرعات البرق ولكن مع ذلك يخلق فتنة عند الناس لماذا؟ من أنت عندك هذه الخصص سألة وبسيطة جدا دعونا في الشروط وزيد في عدد المناصب سيأتي ألفين تفعل أولى دير فيها ألفين ها أستاذة لا يوجد فلوس كل فلوس لا يوجد المعهد حتى هذا المعهد الذي لدينا هو الذي يستطيع فيه التنوى وفي التكوين عوض أننا نقوم 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 سنة سنة نقوم 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 هذو 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 مثلا في المحاكم عوض عن دخلوا ثمانمائة وندخلوا سيدي غير آلف وستمائة ونحن نحللنا الإشكال أما نخلي في هذة تنقض ما بربعة وثلاثين وستين واثنين وسبعين فكنضم بأننا في حقيقة ما كنخرجوش قوضات وأنا هنا غنختم بواحد المثال سيد رئيس صديقي وكان عاش معي في الجامعة لكل حال وقاضي ولكن خرص صغير وقسموا بالله سيد رئيس لما السيدة يعني وحد السيدة عندها قضية دخلت شافتو شافتو هي رمعنية خصيحك ما لقيت المشكلة في النبوة قاضية ما دابر عرف دابر عرف دابر عرف دابر عرف دابر نحن في هذه السنة دابر وخا خبصة وربعين زائد عام جعله فلأن هذه الخبرة وتجربة دي السنتين مهمة جدا فمنين دخلت عنده جبراته وفي هذه السنة خرجت والله قاتلهم والله لا تقدمت عنده هذه القضية دياري حكبوا بها باش بغيته انا ما غادش نتقدم حدا هذا السيدة شنو هنديروا له فلذلك حنا ما خسناش الخلقو هالتجارب مهمة جدا لبلدنا سنتين سنتين كتبان معقولة سنة ركيبان فيها ما نسميهاش بالفرنسية نعم شكرا 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 سيد رئيس اذا اعريض سيد رئيس تفضل سيد رئيس هو تفضل شوف انا منحد النقاش ما فيش تشنوج انا ما لا ما ديكونش انشاء الله جلسة جلسة رائعة الحمد لله ونتمنى باقي الجلسات كلهم فات الولايات يكونوا كذلك السيد رئيس المحترم احنا اليوم واحد البرادوكس غريب القانون المتعلق بالصياد سنين هو فروفو فردهات هذه المؤسسات الشريعية المحترمة وهذا القانون اللي احنا بصداده يعني مشاب واحد شكل سريع جدا لاعتبارات وتفهمنا هما كان مشكل مجملت هذا الموضوع ديال توضيف واحد تلتميات بوست كان موجودا وربما غدا او لاشي حاجة وكان الاخص فعلان وكما جاء على لسان زملاء محتى نحتاج بوست فمتلا في الامن رأتي داروا لبوست في الامن هذه رأي مسألة لابد في اطار توازن المالين نقص منشي جهة باش نزيد في جهة ولا مريض ما عنده باس المشكل كذلك واننا حينما تقدمنا بتأديلات في فريق الحركي تقدمنا 22 تأديل قبيلة منها خمسة سحبنا بقي التأديلات على اعتبار ان والاسف سيد الوزير ما حضر شمعنا ان هذا البعض التأديلات ستكون فيها استشارة والاسف لم يتم ذلك استغريب لهذا الاستعجال معذرة لان هذا المشروع ستصوت عليه ويمشي مازال ربما في طريق طويل لا تنتمنوا باش تم التأديل مستوى المجلس اللي غد تمشيله ولكن رات تمت البرمجة السيد الرئيس دول علمين يعني هذا ماشي باب البوليميك كان على الاقل لانتفقوا باش نعرف وشنو كين احنا كار رؤساء فرق لا علم لانه ببرمجتي هذا الجلسة فالمرجو انا قلت احنا ما فق بوليميك ولا ان المرجو أن تبقى الهبا والمهام والاختصاصات دي الرؤساء الفرق باش يمكن نتقدمو بصراحة جبرنا رسنا محراجين ما بغيناش نديرو التدخول بش ربحو الوقت مازال لدينا موضوع مهم جدا هذا السياد لاب وما وضعنا في الوقت والبرمجة لا علم لنا بها فقط المستقبع ان شاء الله يخليونا شكرا سيدي الرؤساء اوش ما عندكم الخبار ببرمجة دي هذا مصرع نحن تفضل السيد رئيس سبب النزول نقطة نظام السيد رئيس قبل الجلسات الشريعية تم استشارة مع رؤساء الفرق مع السيد الوزير لأساس نسحبه المداخلات جرت العداء ان التوقيت والبرمجة دي التوقيت يكون بجتمع السيد رئيس مع رؤساء الفرق هذا المرة لم يكن وثال مرة وثال لم يكن يعني علمات الإدارة عندها خبص دقائق يعني الاقتراح هو مستقبلا نحافظه على عدد الاجتماع السيد رئيس مع رؤساء الفرق لك إما كان قررها تكون مداخلات أو لك الغواء لأن لا يعقل تكن جاء الجلسة العامة حذب السيد النائبة كنتم وجد المداخل وبيتها الكاملية كتوجدها واليوم الساح وكان جواتها الأخير لحظة في الجلسة العامة طبيعة الحال في إطار توافق بناتنا أغلبية ومعارضة مع رؤوس الفرق تنتم تنازل ولكن هذا النائب أو النائبة سيحس بأحد الغبل لأن يكون وجاد المداخل وكان تخلي هذا السيد الرئيس هذا المسألة بعيد منها فهذه المسألة التي تفقنا بناتنا يعني بعيد من هذه المسألة لأن توفقنا بناتنا ولكن يقصد أن يكون اجتماع قبلي سيد رؤوساء الفرق مع سيد الرئيس باش كنقروي لسكن مداخلات كن مداخلات مداخلات يعني من الأول كيمكن نتخل لها شكرا شكرا أعرض تعديل الأول دي الفريق للشراك المعارضة الاتحادية لتصويت الموافقون 45 المعارضون 105 ممتنع لا أحد ممتنع نقص من المعارضة 39 الموافقون 39 معارضون 105 ممتنع 14 نفس التعديل المجموعة النيابية العدلة والتنمية نفس العدد نفس تصويت نفس العدد عارض المادة 72 لتصويت كما صدقت عليها اللجنة موافقون موافقون معارض 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 إذن معارضة 28 ممتنع لا أحد ما هو الموافقون 50 نقص 120 20 الجوج جوج ديلا 10 12 موافقون 120 ممتنع امتناع امتناع كما صدقت معارض لا تلاتة وسبعين دووزنا تنين وسبعين تنين وسبعين دووزنا مية وخمسين معارض لا أحد ممتنعون جوج اعرض لتصويت مشروع القانون برمته كما صدقت عليه اللجنة الموافقون اخت فاطمة امتناع اذا الموافقون مية وخمسين معارض لا أحد امتناع 15 مية وخمس وثلاثين الموافقون مية وخمس وثلاثين معارض لا أحد ممتنعون 17 صدق مجلس نواب على مشروع قانون رقم 37 22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء ترجمة نانسي قنقر